أهلا بك مساءكم سعيد وشكرا للإجتباطة أهلا بك أستاذ نبدأ من هذه الجدلية التي تعود كل سنة بين مشروعية الاحتفال بذكرى الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق والأمين خاتم الأنبياء والمرسلين من عدمه ربما قبل أسابيع هنا في الجزائر العديد من الشباب أصبحوا يحتفلون بما يسمى بالهالوين باللاتوسا ربما بيانويل كذلك أستاذ يعني هذه المناسبات التي ليس لها أي علاقة بديننا الحنيف لكن في بعض الجهات كذلك التي ربما تدعو إلى مقاطعة وتحرم حتى الاحتفال بذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم شكرا سؤال بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هي في حقيقة الأمر جريمة في حق المسلمين أن يلقنوا كيفية الابتعاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الاحتفال بيوم ميلاد سيدنا رسول الله وصد الناس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه سنة بدأها أهل الكتاب في أيام سيدنا رسول الله في حدي ذاته إذ لما علموا بأنه هو المرسول أو الرسول المنتظر خاصة اليهود وبني إسرائيل أصبحوا يكيدون لرسول الله وينشرون الإشاعات وأصبحوا يتهمونه بشتى الألقاب السيئة حتى يفقدوا الناس أو يفقدوهم تلك المصداقية أو الروحانية والقدسية التي يحظى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آيات في بعض العرب الذين كانوا في تماث مع القبائل اليهودية في المدينة المنورة فكانوا لا يحسنون التعامل مع سيدنا رسول الله حتى في كيفية الجلوس معه أو التخاطم معه فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض قال عندما تنادون رسول الله صلى الله عليه وسلم تنادى شو إذنه تقول يا محمد لكذا عنده ألقاب عنده أوصاف عنها الإنسان عنده قيمة كبيرة تكبر به حتى يقول في آية أخرى من صوت الحجرات ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال حتى أنكم لو سأتم تعامل معه سيحبط عملك معناه أن الله سبحانه وتعالى سيمحي كل الحسنات التي اكتسبها وترجع إلى نقطة الصف لأنك أسأت الأدب مع سيدنا رسول الله ومن إساءة الأدب مع سيدنا رسول الله عدم تعظيم الرسول فالسؤال المطروح هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معظم أو غير معظم إذا كان معظم فلابد أن نحتفل بيوم ميلاده أو شتى أنواع المسائل المتعلقة بسيدنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شاعرة من شعائر الله النبوة الرسالة أمر إلهي في القرآن جاء في سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إذا احتفلت بيوم ميلاد سيدنا رسول الله فلأني عظمته لماذا عظمته؟ لأنه بشر ليس كسائر البشر هو رسول. هذا يدل على ارتباط العليق. هذه الجهات لماذا لا تحارب هؤلاء الشباب والذين ينظمون هذه المناسبات للاحتفال بالهالوين وما شابه ذلك لكن في وقت آخر يحاربون ربما الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هنا كان سر في حقيقة الأمر يجب أن الإنسان يعرفون أولا من هي الجهة التي تقف ضد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في العالم الإسلامي في التاريخ الإسلامي في الفكر الإسلامي المعاصر اليوم من هذه الجماعة التي تنادي بالمحتفال هي واحدة فقط كل المذاهب الإسلامية وكل المدارس الإسلامية تحبذوا الاحتفال بل منهم من يقول بوجوب الاحتفال وسنصل إلى هذه النقطة ونأتي بالشواهد والأدلة على ذلك هؤلاء الذين ينكرون ويحاربون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هم معروفين الوهابيين فقط فقط حقيقة في التاريخ الإسلامي كان بعض فقهاء اجتهدوا ولكن شواذ حتى منهم الإمام الشاطبي هو علام في المذهب المالكي وصوري ولكن ما بين العلماء الآخرين العلماء الإسلام كلهم الذين أنجازوه حتى جمع أحد من أساتذ الباحثين 136 عالم من المذهب المالكي يجيزوه وفي المالكية ثلاثة فقط قالوا من أفضل أن لا يقاموا إذن هؤلاء الذين يمنعون الناس من احتفال بميلاد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف تاريخهم السياسي داخل الأمة الإسلامية در عملية جرب حتى يكون الإنسان الباحث عندما يتتبع مسألة يبحثوها من كل جوانبها يبحث عن فقه هؤلاء وعلى قائدهم تجدهم في مسائل كثيرة يصدرون فتوى أو رأي أو قرار أو موقف مضاد مضاد أقول للمصلحة الإسلامية ندخل في السياسة كل فتاويته فيما يتعلق بالصراعات الإسلامية مع بني صهيون مع إسرائيل مع الاستعمار الأمريكي والغزو الأمريكي للبلدان الإسلامية مع الحروب التي تعصفوا بالعالم الإسلامي كل فتاويهم دائما تنصبوا في مصلحة إسرائيل أمريكا بريطانيا تدخل أجنب الحلف الأطلسي وتعارض المصالح الإسلامية طيب نبخى نبخى بالاحتفال بالاحتفال مولد والشاري هم لماذا لا يتهجمون على الهالوين أن الهالوين احتفال أمريكي ثقافة أمريكية بروتستانتية الكنيسة الإنجلية هي التي تقدم هذا السديس وكان الكنيسة الإنجلية هي التي زعيمها لكان جورج بوش وأبوه والآن ترامب هم كانوا يدعموا هذا الغزو الثقافي للعالم الإسلامي حتى يعوضوا لك الاحتفالك وتحتفظ بنابيك أصبح بدعة وبعد الفراغ والطبيعة لا تقبلوا الفراغ أصبح الشباب أكيد قال مكاش مولد مولد بدعة أنا شوفت أطفال صغير لا يعرفوا شيء مسكين يقولك لا لا يقولك عم المحارقة لا يا جوز ومن الغد كانت جال بروترون من نوفمبر رحنا بروترون يعني اليوم عظيم عندنا يوم ثورة يعني من جهاد تحرير الوطن راحوا لمدارس الأطفال ذوق الصغار مصبغين وجوههم بأقنعة للاحتفال بالهالوين واحتفال بروتستاني مسيحي فيه خبث لضرب العقيدة الإسلامية والتوحيد والإيمان صحيح فهذا كتفل حين للمولود دات المسيحية صحيح وأي مسيحية مسيحية التي تؤمن بأن بني صهيون هم أفضل عباد الله في الأرض إذن كان خطة مدبرة في الخفاء نوصل في فتاوى هؤلاء الناس هم لا يتهجمون على المونبو الشريف فقط ذكرنا في إحدى الحلقات قلنا هم يمنعون الناس حتى من تعظيم سيدنا رسول الله يقولك ما تقولش سيدنا رسول الله قل الله رسول الله وأحبس لماذا لا أستعمل كلمة سيد وهو تعظيم وتشريف وأنتم تستعملون في حق الملوك جلالة الملك وهو الجلالة لله وأن أشرك مع الله غيره فقد ظل السبيل يقولك ما تقولش سيده في القرآن موجود كلمة سيد في حق سيدنا يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وسيدنا رسول الله يعبر عن نفسه بأنه سيد أنا سيد ولد بني آدم يوم القيامة ولا فخر يقول لفاطمة بنته والزهراء أنت سيدة نساء العالمين يقول أن الحسنين سيد شباب أهل الجنة يقول لإمام علي أنت سيد في الدنيا والآخرة الخطاب رضي الله التفت إلى بلال أبي ربح قال هذا سيدنا بلال سيدنا بالحديث دائما عن الاحتفال أستاذ حسين جهام الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف سيدنا رسول الله محمد الصدق الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين هي مناسبة لما قلوب شبابنا اليوم بحب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ما هذا هو الشباب حتى الأطفال الطفل ما دون الاثنى عشر سنة حتى قبل البلوغ ما زال القال مرفوع عنه مرفوع ربي ما حاسبوش حتى يرتاكب نقول له أي معصية شاء وحتى إذا كان لا يصلي ولا يؤدي الواجبات ما هو محاسب عند الله إذا كان لم يحاسب لماذا لم يحاسبه الله لأنه لم يكتمل عقلها نحن شرط في كل عبادة الإسلامية اشترات العقل حتى في الزواج ومن العادات اشترطوا في الزواج أن يكون العقل نجيب واحد مجنون زوجه ما زوجه باطل ليس له عقل لا يميز إذا كان طفل هذا لا يميز كيفاش نقدر نوصله الخطاب الديني وهو لا يميز رح ندل لنا درس في السنة وفي السيرة وفي الفتاوى وفي تفسير وكذا ممكن أحبب له القصص صح نجيب ده بالعاطفة موش بالعقل عاطفة إذن عاطفة هذه نتعامل معها بماذا بالأشياء الملموسة المحسوسة له الاحتفال المادي قال هالمرودي يدرك هذا الطفل بالنظر قبل أن يكون يعني بالتفكير أو الاعتبار بالنظر يشوف في بيتهم ذلك اليوم أمه أو أمه أعدت لهم أمه أعدت لهم عشاء خاصا قال هذا يوم مميز تغلط هذا يوم انتصر فيه من؟ الحق على الباطل فيه ولد سينا رسول الله وكل نصر وانتصار للإسلام واجب لأن الله يقول في كتاب العزيز الحكيم ويوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله يقول في آية أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا برحمته من هي الرحمة؟ يا الرحمة الآية تفسيرها وما أرسناك إلا رحمة للعالمين فرسول الله فرحة والفرحة يجب أن نعبر عن الفرحة لاتتبقى سوكوتية ولا صامتة ولا غير ملموسة كانت نجهر بها تفضل الزواج الزواج ما هو علاقة بين رجلين بين إنسانين رجل ومرأة سيتزوجون يعني حاجات طبيعية من الحياة وفيها يعني ملاذة الدنيا أكيد مع ذلك شرع الإسلام إعلانها الزواج والتعبير عن الفرحة ما جوزوا يقول نفسي أظهروا من زواجكم هذا واجعلوه فيه مساجدكم حتى تعمل فرح الناس يسمعوا به. كيف يأتي ونفورد فيه سيدنا رسول الله ونفرح به؟ ونحن نفرح بكل أيام التي تعبر عن روحية الإسلام. نفرح بلاية القدر. وهذا دالي أننا نحتفل بها القدر. هل احتفل الصحابة بلاية القدر؟ لم يحتفل بها. وكل المسلمين بما فيهم هؤلاء الذين ينكرون علينا؟ يحتفلون به. بل إنهم في يوم 17 من رمضان ويوم 20 من رمضان التي تذكرنا بغزوة بضر الكبرى ويوم الفتح مكة في 20 من رمضان تجدهم في المساجد لا يدرسون إلا عنها. فهم يحيون هذا اليوم معناه يحيونه. لا يجعلون هذا اليوم يمر مرور الكرام. إذا الإحياء سنة فطرية في كل البشر جينا عن سيدنا رسول الله ويقول حبسناها قال ما تحتفلوش به. لماذا؟ هل هناك نية مبيتة لتعتيب على سيدنا رسول الله حتى يغموه ولا يظهر أثره في الأمة؟ يجب علماء الدلة من القرآن العظيم بأن التعظيم كل ما يتعلق بشعائر الله سبحانه وتعالى أعظمها. والتعظيم هذا جاء بصيغة المطلق في القرآن العظيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله تعظيم أنا حسب ما أراه أعظمه بها الطريقة. وأنت تعبر عن تعظيمك لسيدنا رسول الله بطريقة أخرى. فيبقى تقديرات إنسانية. وفي تقدير الإنساني الشرع لا يتدخل إلا فيما هو منصوص عليه نصا. كيف يجب أن يكون الاحتفال بذكرى المولد نابويا شريف لا نعرف. قلت لك ما يقدرش نحدد الطريقة مفتوحة لكل إنسان طريقته في التعبير عن الفرحة. شوف صحابة رضي الله تعالى عنهم حينما وصل سيدنا رسول الله إلى المدينة المنورة في الهجرة استقبله بالهتفات والتكبير والنشيط. طلع البدر علينا. هل جاوح تقلم هذا الدليل مشي الدليل؟ لا يتدخل الإسلام في مشاعر الناس. ولا يتدخل في مظاهر البهجة والفرحة والسرور. انت اليوم حبيت تدخل البيت وتفرح الوالدتك. أنا ممكن دي لها زهرة. انت ممكن تشيلها كيلو تفاح. هذاك ممكن يروح لي ماشي لها فرارة. واحد ممكن يقول لي ما هديك تحوسي. هذه طاعة ولا مشي طاعة؟ هذه عبادة لا مشي عبادة. بر بالوالدين. جاء الإسلام يقولك لا لا بر بالوالدين. هاو كيفاش تمشي حتى اليوم القيامة؟ لا. الإسلام يسهل الظروف ويطرك الناس في فسحة من دينهم. جاء الإسلام ليخرجنا. كما قلت الصحابي ذلك رضي الله تعالى. من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. ما جعل عليكم في الدين من حرك. هؤلاء جوا يتدخلوا في مسألة فطرية. منهم من يعتبرها عادة. لأنه احتفال ويش تخلق فيها. بدنا احتفال. نفرح بيوم بسينا رسول الله. يقول لك ماذا دلوها الصحابة؟ ما نش مجبر باش نكون كما الصحابة؟ الصحابة باش نفهمها إلى الأبد. نفهمها الناس. صحابة رضي الله تعالى عنهم. رجال صالحون وقفوا مع سينا رسول الله. ما هي تجليات الاحتفال الآن؟ نتابعوا. نتابعوا المنهج الذي تبعوا. فالمنهج ممن صدر من الله ورسوله فقط. لا يكون الصحابة مصدر للتشريع. وإنما مصدر لنقل التشريع. ونقلوا ما شاهدوه من سينا رسول الله. فعلوا ألا لم يفعلوا. أنا غير مجبر. باتباع ما فعلوا أو تركوه. إلا أن يكون نصا قرآنيا أو نباويا. فالأمة بقي الحال مفتوح إلى يوم القيامة بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم. من سنى سنة حسنة فلاه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. معنى الكلام أن في الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة سيظهر أناس وتظهر جماعات. ستظهر عادات. ستظهر مظاهر من السنن الحميدة. ومعنى السنن الحديدة. عادات نجب ذلك أنا ممكن نخمم. وفي تجليات الآن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أهداف كثيرة. أكيد. أول شيء أول شيء. الخطاب لي أغير موجه للكهول أو للمسنين. إذا كان ما شيء نجب الإنسان في عمره خمسين سنة. نقول ذلك بمولد نبوي صلى الله عليه وسلم. الأول من يتوجه إليه من الخطاب هو سينا رسول الله. هو إلى الأطفال. الأطفال عرضتنا اليوم مع العولمة. مع الانترنت. مع هذه الوسموليريز وصوصيوها. من الشابكات الاجتماعية. هجمة شديدة. منهم من يريد أن يصنع من الشعب المسلم أو الشعب الجزائري خاصة المسيحي. واحد يحب يرجع ملحد. واحد يحب يرجع عنصوري. واحد يحب يرجع بورتستاني. هالو أهلويني. واحد يحب يرجع مذبذب. وهؤلاء داخلين في الغزو الديني. لأنهم ضربون بالصاميم قبل وجودهم. أنهم البدعة ظهروا مؤخرا. وين كانوا هذا ما في الثقافة للجزائرية. وين كانوا قبل الثورة. وين كانوا بعد الاستقلال. اليوم اليوم برك خرجتها الجماعة وصرح بها المالك سلمان وحمد سلمان. وقال احنا مولناهم. فهم شووا بالدراهم. نس كولوهم. خدموهم بالدراهم. باش يجيشوش عليها في ديني. ولنأخذوا منهم الفتواري. نعم. كسؤال أخير فقط. أستاذ حسين جهام. خليها قبل آخر. سجيده وعد. كيف تحتفل؟ كيف يحتفل أستاذ حسين جهام بذكرى المولد النبوي الشارك؟ أنا أحتفل كما تحتفل الأمة الإسلامية والشعب الجزائري خاصة وعادة. لكل منطقة عادة. خاوتنا في تلمسا. لف قسنطينة. لف بواتسوف. لف بسكرا. كل واحد عنده عادة. لف تونس. المغرب اللي بإنقاره. أنا أنحذر من منطقة القبائل الأصلي. نحتفل بي. احنا في منطقة القبائل الأصلية. ما زالنا العادة. في البيت. نهار المولود. الطعام لازم يكون. كان يديروا باللحم. كان يكونوا مقدورتاعه. أقل شيء بالدجاج. عندنا شما يتشعلوا. لازم يتشعلوا. احنا عندنا واجب شرعي. باش نقولوا للناس. النور هذا كني جاب يسيدنا رسول الله. اليوم يرمزوا له. نديروا مفرقاعة كي يكونوا عندنا. باش نظهر الفرحة. احنا في العراس كنا نضربوا البارد. يخي يضربوا البارد. كي جال إرهاب هذا المشؤوم. لهذو اللي يفسدوا عين الحياة. همين حوالينا البندقية هذه اللي كان الشعب كان يحتفل بها للفرحة. وما عدوا وجوهها قتلوا بها الشعب الجزائري. كانوا الناس يضربوا البارد في العراس. والحمد لله العادة بكت. واللي إن شاء الله مع استتباء بالأمن. وعودت الحمد لله الوطن إلى الاستقرار. احنا إذن نعبر بالمفرقاعة هذه. باش نعبره عن فرحة. إذا كان فيها خطر من كروش. إنسان يعرف كيف يستعمل الأمور هذه. يبقاش مشوش ولا فوضاوي. ولكن كل شيء هذا موجود. احنا عندنا واحد على مستوى. مثلا عندنا قد عدت محاضرات من الصباح إلى الليلة. المحاضرة في مجد فلاني في مدرسة فلانية. الأطفال يفرحوا ويجمعون مع والديهم. يجون للعائلة. يتقربوا يغنيوا. جاء مولودنا يفرح بيننا. يغنيوا أولاد الزاير. يغنيوا الأغاني المعروفة على المولود. كيف نربي يوليدنا؟ نجيب ونحط له صاحب البخاري. يقول ونحط قرر معي صاحب البخاري. يمل. لا تستطيع. كان عبد الله بن مسعود يقول عن الصحابة رضي الله. وما أدرك الصحابة هذا عبد الله بن مسعود. كان سيدنا رسول الله في الغرآن العظيم. يقول كان سيدنا رسول الله يتخللنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة مننا. قال كان ما يحبش الكتر علينا في الهندرات الدين. دائما نسمع من هندركم. من هندركم. قال يخاف الملو. خادش الإنسان تكتر عليه يمل. حتى يدوك الحق. شوف في صلاة التبريد في شلال إسلامية أو الإبراد. هي عندما يكون الحر مشتد. سيدنا رسول الله ما يصليش الظهر في وقته. على باله أن تأتي 50 دقري أو 60 دقري يأدن حياة على الصلاة ونحن ما يجيه. قال كيف شح تقتلني شميسة أو لعية أو لعرق ونموس وسخانة وما كان والو. الناس ما تلقاتش باش تدوش. ونتجيبهم الجامعة يصليهم. كان يؤخر الصلاة وعلاه. حتى لا يمل للناس. إذن نحن ما نبقى بشي تكلخونا نحن نجيبه ديراني صغار. ومتى يكون نصيبه من اللاعب هذا الطفل. متى تكون البهجة والفرحة. الأمم كلها تحتفل برموزها بمقدساتها. حتى اليوم في هذه البلدات التي تنشر الاحتفال بمولد نبي وشارف يحيون أيام زعمائهم. نحن زعيمنا رسول الله. لا نفرق فيه. نحيي ونكرر هذا المولد من باب القاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله. نصرة رسول الله واجب. وكي إذا كان هذا يساهم في نصرة رسول الله في قلوب وعقول أطفالنا. يصر من الواجب الاحتفال مولا بوجه. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك البحث في الفكرة الإسلامية حسين شكرا لك.